يعاني من الإصابة وركنية لصالح نادي الكرخ تلعب هذه الكرة ممكن هذه مبعدة من الحارس علي كاظم وتعود إلى فراس فنجان ينقل الكرة لا فاضي خطرة هذي غول البديل سجاد جاسم يزور شباك نفط ميسان برأسية جميلة دكت شباك الحارس علي كاظم إذن سجاد جاسم رأسية بمناولة جميلة من مدافع اليمين في راس فنجان على ما يبدو أصعب بمرور الدقاق القادمة على نادي نفط ميسان أكيد يعني نفط ميسان الآن سيفكر في كيفية الحصول على هدف التعادل ومن ثم التفكير في هدف التقدم الثاني والآن نعيش في الدقيقة ستين وجانبية رمية تماس تلعب هذه تعود لصالح نفط ميسان عرضية ممكن تصويبه خطرة 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 جول 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 الله يا وسام سعدون يكفر عن ذنبه بإضاءة ركلة الجزاء في الشوط الأول ويضع كرة جميلة بالمباشر على يمين الحارس علي فيصل الله يردها يردها العلي فيصل وسام سعدون ماركة ميسانية خرم ياسر عبد المحسن مقطوعة من أمام ميثم جبر وسام سعدون ممكن هذه ممكن هذه لا زالت خطرة خطرة لحسن حمود لا خرج عن مناطق الجزاء تعود الكرة لمدافع اليمين اللي نقلها بدورة داخل منطقة الجزاء خطرة جول 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 محمد مزر الثاني لنفط ميسان الذي يقلب الطاولة على الكرخيين في مجريات الشوط الثاني هدف هدف الثاني هدف التقدم لنفط ميسان